كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد ترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع خلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها المعنية تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق وفق الآليات التي اتخذتها الدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي بالإفراج عن جميع السلع في المواني وتوفير المكون الدولاري المطلوب أضف مدبولي أن هناك تكلفات لجميع الأجهزة الرقبية المعنية بمتبعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحصم مع أية مخالفات وفقا للقانون